أهلا بحضراتكم من جديد إن بارح كان في أخبار اقتصادية الأخبار دي طالعة من البنك الدولي واللي توقع بأن الاقتصاد المصري هيحقق معدل نمو السنة دي بنسبة 4.8 من 10 وبيعتبر ده من أفضل معدلات ما بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وده بسبب التدابير والخطط اللي الدولة اشتغلت عليها لجذب مزيد من الاستثمارات والسيطرة على معدلات التضخم اللي تسببت فيها الأزمة العالمية. قلنا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور خالد شفعي الخبير الاقتصادي. صباح الخير على حضرتك صباح الخير لحضرتك وصباح خير لأستاذ المشاهدين في كل مصر. صباح خير بيك قراءتك لتوقعات البنك المركزي إنه مصر تكون من أفضل معدلات ومن أهم الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبيكلم على نسبة ومعدل نمو السنة دي 4.8 من 10 في 20 23. مش 20 22. 6.6 من 10 في 20 22. 4.8 من 10. 20 23. برغم التراجع كل معدلات النمو للاقتصاد العالمي. في هذا التقرير تم تخفيض التصنيف أو المعدل النمو والاقتصاد العالمي وصل ل 2.7 من 10 بدل من 2.9 من 10. ده معنى إيه؟ معنى أن الاقتصاد العالمي بيعاني من الموجة اللي أحدثتها أو تأثيرات اللي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية إنما برغم كل هذه الموجة وبرغم هذا التراجع في معدل النمو والاقتصاد العالمي ما زال الاقتصاد المصري محافظ على تحقيق معدل نمو إيجابي 4.8 من 10 ده بيدلل إن الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة المصرية إجراءات ناجعة بدليل وصول المعدل للنمو الـ 4.8 من 10 في 20 23. برغم من التراجع معدل النمو للاقتصاد العالمي كل ديت إيجابيات بتنوم إن الوضع الاقتصادي للاقتصاد المصري الوضع للاقتصاد المصري أفضل بفضل السياسات اللي اتخذتها الحكومة لتدابير جائحة فرس كورونا ومن التوام بعدها الأثار السلبية لتدعيات الحرب الروسية الأوكرانية طيب إحنا لدينا نتكلم عنها بالتفصيل عن الإصلاحات اللي الدولة عملتها خلال الفترة اللي فاتت واللي خلت معدل النمو يصل لهذا المشتوى الحقيقة الإصلاحات اللي تم تخذها من قبل الدولة كانت إصلاحات في مجالات متعددة أول مجال كان البنية التحتية اللي أحدثتها الدولة المصرية وده اللي خلى بنك جولدن منساكس قال إن بفضل البنية التحتية اللي مصر أحدثتها في أراضيها أهلتها أن تكون من ضمن أفضل عشر اقتصادات على مستوى العالم عشرين تلاتين ليه؟ أولاً كان عندنا البنية التحتية مهو الهلة ما عندناش شبك الطرق ما عندناش تطوير في الموانئ ما عندناش ميكانة داخل الموانئ المصرية ما عندناش ميكانة داخل مصلحة الدرائب ما بكل الأجهزة الإدارية للدولة تم تطويرها وإدخال الميكانة وإدخالها للحد من البيروقراطية اللي موجودة وتطوير شبكة الطرق وربط المناطق الصناعية بأماكن الإنتاج بأماكن التوزيع بأماكن الموانئ بالكل ده أحدث ثورة هائلة في البنية التحتية أهل مصر أن تستقطب مزيد من الاستثمارات أهل مصر أن هي تكون على رأس يعني المناطق الصناعية على رأس أولويات جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ومزيد من تطوير ومزيد من يعني تطوير الصناعات القائمة كل ده 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 اصلاح بالإضافة لإصلاح التشريعي اللي كان مصاحب له في بيئة تنقية القوانين والأخص قوانين الاستثمار الرخص الزهبية اللي تم أعلان عنها رئيس المجد رئيس الوزراء علشان تلافيا لكل البيروكراطية والوقت والمجهود والتكلفة اللي كان بيخدها المستثمر للحصول على الترقيص اللازمة أعتقد أن الرخص الزهبية حلت كثير من المشاكل اللي كانت تعيق مزيد كل المستثمرين للحصول على الرخص للصناعات الموجودة المزمع إنشاءها في كل مناطق مصر كل ده معنا بالإضافة لتطوير أو تطوير مصطحة الدرائب الموانئ الجماري كل ديت أهل مصر بالإضافة لإصلاح الاقتصاد التام تحريط سعر الصرف السياسات النقدية اللي تغذت أهل مصر إنه تبقى يعني على الطريق القويم نحو الإصلاح الاقتصادي اللي تم وده اللي إدى قوة للإقتصاد المصري أهله إنه هو جائحة فيروس كورونا عندما حدثت في العالم أجمع كانت معدل النمو بين كامش كانت تصنيف الاتمانية تهاوى في مصر معدل نمو إيجابي التصنيف الاتمانية سابت بالظبط فكل دلي عشان كان عندي إصلاح اقتصادي وكان عندي مزيد من الوفرات وأعطى مرونة لإقتصاد المصري أن يتلقى الصدمات النتيجة عن كل هذه سواء جائحة فيروس كورونا ومن بعدها تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية اللي بتعصف باقتصادات العالم إلى الآن ومتوقع تبقى لتخريص البنك الدولي أن يحدث ركود في الرقب الأول ورقب الثاني من عام أغلب اقتصادات العالم فالاقتصاد المصري قوي أهله بالصمود وأن هو يقدر أن هو يتماشى وينتص هذه الصدمات النتيجة عن تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية الاستثمار وحضرتك تحدثت عن الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وإن كان نحن نتكلم على مؤتمر اقتصادي داخلين عليه يعني ما بين الحكومة ورجال الأعمال كل الأطروحات كل الأفكار تناقش داخل المؤتمر إيه اللي إحنا مستنيين من هذا المؤتمر علشان ما يكونش مجرد جلسات وندوات لكن نخرج بحلول وأطروحات يعني واقعية علشان يعني يكون فيه مزيد من الاستثمارات مزيد من الإيجابي والقطع الخاص ومزيد من طرح الفكر والرؤى نحو الأفضل سلاكتاد المصر الحقيقة المؤتمر بيأتي في معاده وفي محله ليه؟ الاقتصاد العالمي يعاني تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية الفدرال الأمريكي رفع سعر الفائدة الأقصر من مرة خلال الفترة الماضية مما قال يعني عمل أو دفع لارتفاع الدولار أمام كل كافة العملات في كل الأسواق سواء النشاة أو الأسواق القديمة كل ده من شأنه أن أربق السوء التجارة العالمية طيب التجارة العالمية فيها تباطئ فيه عندي سلاسة الانداد والتوريد فيها أخدس فيها تباطئ فيه شعوب الأمن الغذائي بالنسبة لها ما عادش متاح بقدر كافي فيه مشكلات عدة حدثت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد المصري إحنا عندنا فيه مشكلة أو عندنا فيه أثار سلبية لهذه التدعيات طيب إحنا عايزين نوصف هذه المشكلة ونضع حلول عملية بما هو متاح للدولة المصرية من إمكانيات وقدرات للتجاوز هذه الأثار السلبية والوصول بالاقتصاد المصري إلى أفضل مستوياته خلال السنوات القادمة اللي بالمؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام كل فكر سواء مع الخبراء أو المختصين من أجهزة الدعم والمجراء المختصين المشاركين في هذا المؤتمر والمستثمرين لكلهم يدلوا بدلو نحو كيفية تعافي الاقتصاد المصري والوصول بالاقتصاد المصري إلى النموذج اللي يحقق فيه الأفضلية لصالح الدولة المصرية ولصالح الاقتصاد المصري ما هي المشكلات ما هي العقبات كيف نطور الأداء كل ده مطروح على مائدة حوار المؤتمر إزاي نتجاوز عن كل هذين المشكلات أو نضع حلول عملية في ضوء الإمكانيات المتاحة للدولة المصرية ده المؤتمر وهي ناقش كل هذين الحلول ويستعرض ما هي أجندة الوصول للأفضل لصالح الاقتصاد المصري خلال الفترة والسنوات القادمة وجازب مزيد من الاستثمارات مصر الأولى جازبا الاستثمارات في القرى الأفريقية لتالت عام على التوالي التنافسية اللي موجودة لأوجدتها الدولة المقيادة السياسية في مصر أهل مزيد من الاستثمارات أن تأتي إلى تستثمر في مصر عظيم طيب دكتور خليل لما نتكلم عن معدل النمو بالتأكيد بنتكلم عن القطاعات اللي ساهمت في زياد معدل النمو احنا في 2018 2019 العام المالي ده كنا 5 و 6 و 8 بعدين جت أزمة كورونا كنا 3 و 8 بعدين 3 و 8 وفيه توقعات دلوقتي السنة دي ان شاء الله نحن نختم هذا العام بـ 6 و 18 وزي ما تكلمنا عن توقعات السنة الجاية بالنسبة لي البنك الدول اللي نحن نوصل لـ 4 و 8 من عشر ايه أهم القطاعات في مصر اللي ساهمت في وصول معدل النمو إلى 6 و 18 هذا العام بالحقيقة عندي طفرة في كل القطاعات يعني ما عنديش قطاعات حدث فيها تباطئ لما بتحدث يعني أثار سلبية لأي سواء جاعة فارس كورونا أو للحرب الكادة السياسية قدرت أن هي من خلال المعالجات للتأثيرات السلبية لهذه لهذه الحرب أو لجاعة فارس كورونا بتصيب بالإيجاب لكل القطاعات اللي بيتكون منها الاقتصاد المصري ليه علشان ما لا يتأثر العاملين في هذه القطاعات لما شفنا جاعة فارس كورونا أو قدرت الدولة المصرية أن هي تعمل على عادة ترتيب البنية التحتية للقطاع السياحي شفنا القطاع السياحي بعد جاعة فارس كورونا تعافى وقدر أن يوصل إلى قرب المعدلات السابقة ما قبل جاعة فارس كورونا ليه برغم وجود الحرب الروسية الأوكرانية وما كان يمثلانه من أكثر من 30% من عدد السائحين روس وأوكران كان موجودين من ضمن الإراضات السياحية في مصر الدولة المصرية تعمل على كل القطاعات إنما عندنا قطاعات صناعة قدر ساهم بالزيادة عندنا قطاع البناء والتشييد وقطاع المعلومات في وزارة الاتصالات وقطاع البحث والاستكشاف أعتقد كمان القطاع العقار ضمن كل القطاعات التي تتشكل من الاقتصاد مصري حدث لديها معدل نمو إيجابي هو معدل نمو بشوف معدل الزيادة في كل قطاع وأسمع على عدد القطاعات بيديني معدل النمو المتوسط للدولة المصرية فده معنى إيه؟ معنى أن أنا عندي إيجابية في كل القطاعات اللي موجودة واللي بيكون منها اقتصاد النهاردة في زل جائحة فيروس كورونا كان عندنا نسبة البطالة سبعة واثنين من عشرة وكان العالم يعاني بنسبة البطالة اللي وصلت لأربعتاشر وقمستاشر في المية وأكتر من تلاتين مليون وظيفة تم فقدهم حول العالم إنما مصر قدرت أن يتحافظ على نسبة بطالة سبعة واثنين من عشرة عشان يحافظ على نسبة البطالة سبعة واثنين من عشرة يبقى قدرت الدولة المصرية أن تعمل على توفير أكتر من 826 ألف وظيفة سنوية للمحافظة على هذه النسبة ليه لأننا عندي أكتر من مليون خريج سنويا بسواء معاهد أو مدارس فنية أو كوري جامعات فعشان تقدر تحافظ على نسبة البطالة بهذا الرقم لازم عندك توظيف جديد كل عام عشان تقدر توصل بنسبة هذه البطالة طيب دكتور أخيراً كيف ينعكس هذا على بيئة الاستثمار ينعكس على بيئة الاستثمار بيئة الاستثمار النهاردة بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات ليه مصر النهاردة الأول مرة لديها على الهيئة عامة الاستثمار فرص استثمارية وعيدة بنيجي نشوف دول كبرى أو لها أو لديها شركات كبرى بتأخذ بنات صناعية متكمنة شوفنا المنطقة الصناعية الروسية شوفنا منطقة الصناعية الصينية شوفنا مناطق الصناعية متعددة للدول متعددة داخل محيط محور قناة السويس دلي علشان مصر أصبح لديها بنية تحتية قوية عندها استقرار وعندها أمن وأمان وعندها البيئة تشرعية جاذبة الاستثمارات عندها أيدي عاملة مهرة ومتدربة وبسعر أقل من مسلتها في كل دول العالم عندها سوء واعد لاستقبال منتجات هذه الدول عندها بوابة للقرار الافريقية لعبور منتجات كل الشركات الصناعية أو الاستثمارية في مصر للعبور بعد الاكتفاء من الحد الذاتي في الدول في مصر لديها هذه المنتجات فرصة للوصول إلى الأسواق الافريقية عبر بوابة مصر لأن مصر هي بوابة الافريقية فكل ده بيعمل جذب للاستثمارات العالمية للاستثمار في مصر مصر السياسات المالية والنقدية التي تبعد عملت على المحافظة على أموال وعوائد المستثمرين في مصر وعطتهم الطمأنة لهذه الاستثمارات كان زمان القوانين التي كانت تحفظ على الاستثمار وسعر الصرف وسعر رسمي وسعر غير رسمي كل ده كان عوامل طرد للاستثمارات وليس عوامل جذب للاستثمار فأعتقد أن مصر النهاردة والبيئة التشريعية التي خلقتها كل المكونات البنية التحتية وكل ده أهل مصر أن تكون الأولى جذبا أفريقيا والثانية عربيا بعد الإمارات لجذب مزيد من الاستثمارات فرص الاستثمار في مصر ومعدل العائد عليها لا يوجد له مثيل داخل دول العالم والتأكيد هتزيد يا فندم بعد إشادات المنظمات الدولية وتوقعات كمان البنك الدولي بأنه هيكون في زيادة في معدل النمو السنة جاء في ظل أزمة تضخم عالمية دي حاجة كويسة جدا نحن طبعا قدرين نحن نتعامل قدر الإمكان وقدر المستطاع مع أزمة التضخم المستوردة بنشكر حضاك طبعا لكل هذه التفاصيل بالإضافة فيه جزية بسيطة أن القيادة السيسين النهاردة بتعمل على توطين صناعات جديدة لأول مرة في مصر وبتعمل على تشبيع هذه الصناعات ليه؟ علشان ألبي عندي سلاسة الإمداد والتوريد فيها مشكلة في العالم كل علشان أقدر أن أنا لبي اهتياجات الموطنين في كل عموم مصر بالإضافة أن يكون لديها القدرة على تصدير باقي هذه المنتجات إلى كل دول العالم النهاردة الفكر والنهج اللي بتصير على الكريدة السياسية بيعمل على جذب هذه الاستثمارات وتوطين صناعات ولو شوفنا مساهمة القطاع الصناعي في معدل النمو أو معدل الناتج المحل الإجمالي بيلاقيه أن كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله بناء على المشروعات الجديدة بناء على استثمارات الجديدة بناء على الأنشطة اللي بيتم إضافاتها لصالح الصناعة ولصالح الاقتصاد المصري ولصالح الدولة المصرية الصناعة في مصر أعتقد هتحقق مزيد من الأمل لكثير من المواطنين في كل محصر كل شكر لك يا فندم شرفتنا ونعطنا دكتور خالد أشافي الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا كل شكر شكرا لحضر التحقيق